قالوا سيادنا الولاء الزواج بالنية والحرص بالنية والحياة الزوجية كتبقى بحال واحد رمانة مغمضة تا واحد عمروا مغيععرف شنو كين فوسط منها ولكن الحاجة اللي يكونوا متأكدين منها ان هادا كليك يكون كيطير دائما كيجيب الربحة والقضية اللي غادي نقود لكم عليها هادا الليلة غا تأكد لكم هادا الهضراء اللي قلت لكم السلام عليكم كيدا يرين نتمنى ان شاء الله اطلقاكم هادا فيديو وانتوما كيف مما كتمنوا ان شاء الله ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة القضية دير هادا الليلة وخا نقول لكم تبعوا الاحداث باش عارفوش كون هو الفاعل ولكن وخا تبعوا الاحداث عمركم ما غا تفهموشي حاجة لان المجرم غير متوقع بالمرة وكما كنقول لكم دائما اللي عارفش كون هو المجرم يكتبوا لي في التعالق ولكن قبل ما نهضروا القضية دي اليوم نتمنى اي واحد كيشوف هادا القناة منساش انه يشتارك لان ملكا نشوف كون كيش يتفرجوا فيها كالقى ان لي ما مشتاركينش كتر من لي مشتاركين وبالنسبة لحباب لي متبعيني في الفيسبوك تغم يديروا جامل الصفحة باش هكا وقت ما ننزلش فيديو جديد يوصلكم الاشعارات ديالو القضية اللي غا نتكلموا عليها هادا الليلة وقعت سنة 2019 وبالضبط نهار 15 في شهر 10 ولكن انا الاحداث غا نبدأهم معاكم من الاول باش تفهموا الظروف كيف شوقعت هادا الجريمة سنة 1978 غادي تزاد واحد الوليد لي اسميته مصطافا مصطافا الاب ديالو من الناس اللي يمشوا بكريل فرنسا هما من الجزائر ومتطبط من واحد الولاية لي اسميتها سكيكدا الاب ديالو كان عايش في فرنسا ومخلي مراته كما كان قولوه في البلاد وكيجي عندها في العطال وفي العطلات الصيفية وفعلا كان باقي في فرنسا وتزاد عنده هاد الوليد مصطافا ملي كان صغير كان واحد الوليد اللي قليول يعني ما طويلش بزاف ما غليتش كان مليكي لعب مع الدلال اللي قدو كيبان هو صغير فيهم ذاك الشيء لاش صحابه في الزنقة غادي يكنيو عليه استيطيف تواحد ما بقى كعيط له مصطافا لا العائلة لا صحابه لا التواحد كانوا مليكي بغيو عيطو كعيطو لغي استيطيف والتهوى واللف بدك سمية وفعلا من اللي بدك يكبر واحد شوية الأب دياله غادي يقرر انه يرجع بحالته الجزائر رجع للجزائر ودك الفلسة اللي جمع خدا بها واحد البقعة اللي كانت كبيرة وبنها واحد البناية التحتاني كله داروا غاراجات بالإضافة الكلاتة ديال الطوابق البرومياري طاج والدوزيامي طاج كان ديرهم حل شكل ديوبلكس وكان ساكن فيهم والطابق الثالث كان كاريه لوحد السيد وتال غاراجات كلهم كان كاريهم وكان اعيش غيب داك الفلوس اللي كانت كتدخله البرطمة ولي كيدخله لغاراجات فعلا مصطافا بدك يكبر الأم والأب دياله عيوما كي حاولوا أنه ميولده من روح داقرة ولكن ما جابش الله داك الوليد وصافي المهم مصطافا ملي الأم دياله ما زادت شو ولدات غدي في الشوه وفعلا مصطافا مقرأ ما تعلن مصنعة ما دار حتى شي حاجة بقى عايش غيب داك الفلوس اللي كانوا كيجيبوا وليده يعني كان الأب دياله مليكي يشتل فلوس ديال الغارجات والفلوس ديال الدار دائما ما كيعطيه وهو دائما غيم على البنات غيم على الدراري كي قيل خارج كي قيل كي تسارة الوليدين ديالهم اللي بدوا كيكبروا ما بقى عجبهم الحال ديال والدهم الأب دياله عياما كي ينصح فيه كان كي يقول له ولدي خذ واحد القارج من هادو ودير فيه شي حاجة وتعلم شي صناعة أنا اللي ينعونك ولاني مصطفى ذاك لوقيته كان ما كيتسنشق على الهضرة ديال والدي كانت عاجبها لحياة دياله كي يأخذ الفلوس من عنده والدي كي يخرج كي يطلقها البنات كي يطلقها صحابه في الأشية لمهم حياته كانت عاجبها بذاك الطريقة غادي دوزليا والوليدين دياله بجوج بهم غادي توفاو هنا يا مصطفى عادي يحس براسو أنه فعلا ما در حتى شي حاجة داك شي علاش غادي يقرر أن داك القارجات اللي كيلين في الطار ديالهم غادي يديرهم طعم غادي يشجعوا واحد السيد اللي كان صاحبه من اللي كانه صغر هاد صاحبه كان اسميته زيدي وكان كيف يفهم في هاد شي ديال المطائم يعني واحد اللي كان فاهم في هاد المجال قالوا دير ريستورا وانا اللي عليا انا اللي غا نقابلها لك انا را كان فاهم في هاد شي ديال المطائم كان عارفن طيب غا نتطافقه انا ويك وغا نديره بحال الشكل ديال الشركة وفعلا داك شي اللي دار مرمامات الوالدين دياله السيد بحال لبدك يتعقل واحد شوية خدا داك القارجات اللي كانوا كارين وغادي تطافقه وصاحبه جهزهم غادي يحلوا واحد النطعم ودك الطابق الثالث غادي كري لدك صاحبه دار مرمامات الوالدين وغادي تسكن في الفوق وغا نبقى وخدا من انا ويك ودك الشي اللي كان مصطافاق الريستورا تمشيت له بشكله مزيان لان بصح صاحبه كان سميته الزايدي كان كيف يفهم في ذاك شي ديال المطاعم كان كيعرف الماتاريال كيعرف شنو خاص كيجيبه يعني اي حاجة كان فاهم في ذاك الطومين عرف انه يمشيله ذاك الامطعم ولات المداخل دياله ماشي سهله المدخول للمطعم والمدخول للمطعم والمدخول للدار الذي نقررها لصاحبه هذا صاحبه الذي اسمته كذلك مرمخ بمعه واحد المدة يفكر انه يقوم بمشروعه قبالت الريستورال الذي كانوا حالين كان كين واحد الماحل الذي كان سدود وقال له لا تكره ليش سوف نقوم بمواد الغذائية سوف نقوم بعمل في المطعم وفي نفس الوقت سوف نقوم بمشروع مرة مرة هذا الشيء الذي كان يجهزه فيه بمواد الغذائية ولكن كان يجهزه وكان يجهزه وكان يجهزه ضروري شيء واحد الذي قابله ذلك الماحل غير قاعدة الولد الذي كان يسمى مروان قال له سوف يتقبل الماحل أنا كين في المطعم مرة مرة سوف نطلل عليك إذا أردت شيء سوف تقطع غطر تجي عندي وذلك ساءة سوف نتكلف فعلا فتح ذلك الماحل وبدأ يبيعه يشري وتهوى التجارة دياله كانت ممشية مصطافا او الاستيطيف مليشا في المشروع دياله ممشي وصحبه مقابل كل شيء سوف يرجع العادة دياله ولا دائما في العشية كي يسطنوا بال كي يخرج وكي يبدأ كيتسارة في المكان شي بنيسة زوينة في المكان شي واحدة كيمشي هو وياها القهوة كيمشي واحدة البحر يعني كل مرة كيمشي بلاسة ولكن غالبا كان البنات اللي كي يطلقاهم كي يجيبهم لعنده للدار لأنه كان ممزوج وهذا الشي اللي كان كي يعجبو يذير كان كي يطلقى البنات كيدوز معهم واحد المدة كيبدأ كي يقنعهم تكي يجو معه للدار وغالبا ذلك البنات اللي كان كيمشي معهم كانوا واحدين اللي السلوك ديالهم ماشي تسلت من مكينة وغايبقى على هاد الحال مدة طويلة كي يشتفلوز ديال المطعم كي يصرفها غاي على راسه على طنوبيلته وعلى البنات اللي كي يطلقا تلواحد النهار كان قلس في واحد القهوة غايدي يشوف واحد جوج ابنات قلسين مع بعضياتهم واحدة كانت لابسة عباية والتانية كانت لابسة شي حوايج عريانين ودايرا شي مكياج اللي كان كتر من القياس هو غي شافهم قال صافي غانبشي نهضر معاهم وهادو بجوج بهم باينين غي غانهضر معاهم يشوفوا الفلوس يعني غادي يهضروا معايا وغايمشوا معايا للدار ولي اني غادي تصدم انهم اللي حاولي يهضر معاهم بجوج بهم ما جاوبوش حتى الجواب جال حداهم وبدك يحاول انه يهضر معاهم ولكن بجوج بهم غادي يهضروا فيه وخصوصا ذاك البنت اللي كانت لابسة الحوايج مع الريان واللي دير المكياج هو شافها قال هادي وحدة اللي راه خارج الطريق غي غادي نهضر معاها غادي دير معايا اللي بغيس ولي اني هي ضارت فيه وقالت لسير بحالك انا قال صغي انا وصاحبتي استيطف هنا مفهم حتى شي حاجة بقى غادي جاي كل ساعة يمشي لعندهم كل ساعة يجب التليفون دياله وكي حاول انه ياخد الرقم ديالهم ولكن بجوج بهم مدوهاش حتى فيه هنا يا مصطافا قرر انه غادي هضروا معا ذاك البنت وربي كبير بأي طريقة بقى تقاسه هي وصاحبتها واحد لمدة وغاينوضو باش يمشيوا في حالاتهم مصطافا غادي يتبعهم من على برا وبقى كي حاول انه ياخد الرقم ديالهم ولكن وخاها كاك بجوج بهم ما شافوش حتى فيه خرجو مشادين وبقى وغادين كي يهضروا اركف الطانوبيلة دياله وبقى غادي نوباك يسبقهم ويوقف نوباك ينزل طانوبيلته المهم الراجل غيشة في ذاك البنت مبقاش كي يخمم لان بالصح كانت واحدة اللي زوين اكتر من القياس بقى تابعها تغى توصل الدار ديالهم غادي يكتشف ان البنت سكنة في واحد الحي اللي كان فاقير هاد الحي وذاك الحوايج اللي لابسة البنت وذاك الماكياج ما كيتلاقوش مع بعضياتهم لان الحوايج اللي كانت لابسة حوايج اللي غالين صاحبتها مشات في حالاتها ويدخلت للدار ديالها مصطفى هنايا قرر انها غيهضر معها وربي كبير باي طريقة يوميا كيمشي للحومة ديالها وكيتسنها انها تخرج ولكن هي كما كنقولو كنتدفع شبابها غالي ما كتبغي لا تهضر معه لا تشوف فيه من اللي كتخرج ما كتبغي حوايج ما كياج ما كتبغي شعر مقادة ولكن هو كلم اللي يحضيها كيلقى ان البنت كتبغي صاحبتها كيمشوا يقلسوا في القهوة وفي العشية كيرجعوا للدير ديالهم قال مع بالو ممكن ان البنت يكون هذا هو الباسها وهذا هو الأسلوب ديالها يعني ما شي ضروري ان مليكة تلبس الحوايج مزيرين او اللاعريانين تكون واحدة اللي خارجات الطريق غايدوز واحدة المدة طويلة ووغي كيراقبها هي كانت حاسة بان حاضيها وكانت دائما ردها من البال كتلاقى صاحبتها كيشربوا القهوة كترجع نيشى للدير ديالهم مصطفى هنا يا زاد حماق فعلا غادي يقرر انه يمشي عند والدها ويخطبها لان البنت ما تجاوبتش معاه نهائيا مليمشي عند الوالدين ديالها دق عليهم وقالهم طالب ضيف الله انا ارى ابنتكم هادي مدة وانا تابعها وفعلا راني ناوي المعقول انا رسميتي مصطفى عندي الدار ديالي عندي مشروعي ما خصني حتى شي خير غادي يكتشف ان البنت سميتها وسيلة كانوا صحابات من اللي لديها من اللي لديها من اللي لديها كيف تقرأ من اللي لديها لديها حتى شي حاجة يعني واحدة اللي لديها صغير في الدار مرة مرة كتخرج هي وصاحبتها كيشربوا قهوة وكترجع في حالتها وغادي يكتشف ان ذاك صاحبتها اسميتها فوزية سميتها كانت مزوجة بوحد الراجل كبير في السن و لم يكن لديها الوليدات هي وسيلة كانوا صحابات من الذين كانوا صغارين لماذا كانت زوجات فوزية؟ كانت زوجات صحابات وخد زوجات كانت اطلاقها و يخرجوا هيا وياها فعلا الوالدين ذي الوسيلة فرحوا بالسيد و كبروا به و خصوصا من الذين يعرفوا ان السيد برزقوا و لم يخصوا حتى شي خير سوف تدوز الفترة ديال الخطوبة اللي كانت قصيرة لانه وسيلة و أخا كانوا مخطوبين ما كانش كتبغي تخرج معه كتقولوا انا ما نخرج معك و ما انطلاقك تنزوجه و فعلا غادي تزوجه مرمخ طبها غيب المدة ديال شهرين دار لها العرص شرال هاداك شي اللي كي تشرا و تالوالدين ديالها و أخا كانوا الناس دراوش كانوا مجهزين بنتهم مرمدرت لعرص ديالها و مشات لعندوز الدار مصطفى كان غادي تستى لأنه وسيلة بالإضافة أنها كانت زوينة و مازالة صغيرة و الجسم ديالها كانت كتحلم بها أي بنت كانت واحدة اللي كتعرف تصرف كتعرف تلبس يعني عاش معها شي أيام اللي عمرو محلم بيهم مصطفى اللي كان دائما خارج دائما تابع البنات ولا ما كيخرش نهائيا من الدار دياله كيهبط الريستورة كيقابلها مع صاحبه و في العشية كيطلق للدار دياله والتواسيلة ما كانش مخليها مجهد ديالها كان من اللي كيدخل كيلقها مقدر حالة داير الماكياج اللي باسكي داير من اللي كيدخل على الباب الدار وهي كتضحك و ناشطة يعني السيد كان غاية يطير بالفرحة لأن هذا الشيء اللي حلم به و اللي ما حلمش به يلقى في ذاك البنت بعد ما داس واحد المتطويلة على الزواج ديالهم و سيلة قالت له أنا قنط صاحبتي ستأتي عندي للدار و ستقلس معي في العشية من اللي تطلق انتهي ستمشي في حالتها هي أصلا انتهي قنطانة رجلها رجل كبير لم تتظر هيوية لم يضحكوا هيوية رها قنطات بلابية رجلها قال لها ماشي مشكل ولكن ماشي كل ساعة تتمجي عندك مرة مرة تأتي لديك للدار قصرين تيويها و في الليل عافك تمشي في حالتها فعلا فعلا تتأتي عندها صاحبتها ولكن كانت تأتي و تتأتي مرة طويلة يعني تقريبا تأتي من ربعة العشية لم تتظر في حالتها تتلع عشر ديال الليل مصطافة في اللول كانت تحشم أنها تطلع للدار يبقى قلص في الرستورة و تتسنى أنها تتظر في حالتها ولكن داس واحد المدة من المتطويلة التي تتظر فيها و هي طلع الدار من المتطويلة من المتطويلة و يدخل و يدخل صاحبتها اللي دخلت للدار بالعباية أو اللي بالحوائج مستورين محيد ذلك الحوائج و قلصة براحتها نوبا تتباردو رشورت نوبا تتجين مزيير والبودي المهم كل مرة كانت تلقاها بشي حوائج اللي كانوا متيرين ولكن الغريب في الأمر أن المرأة كانت وخاكي يدخل مصطافة لا تتجين لبس حوائجها أو اللي تحاول تتخبع منه كانت تتبقى قلصة براحتها بالأكس من اللي يدخل رجل الدار هي عاد تترخى و تزيد تجلس و تتبقى تنود الكوزينة تتنود الحمام يعني وحدة اللي تتصرف الدار بحال الدار ديالها ولكن ليس هذا هو اللي غريب اللي غريب هي وسيلة براسها لأنها كانت ممسوقش لصاحبتها و أخذك الحوائج اللي كانت تلبس و كانت تشوف أن مصطافة بدك يضحك هو بصاحبتها كي يهضروا كي يعودوا لنوكات كانت ممسوقها لهم مش بجوج بالعكس كانت تضحك مع صاحبتها و تضحك مع مصطافة صاحبتها تلبس اللي بغت تدر اللي بغت كانت ممهولاش مصطافة في الأول هات شي جاه غريب ولكن مع الوقت ولا بالعاني كيتعمد أنها يطلع بكريل الدار كي يرى صاحبتها و كانت تهيئة كانت تدخل مصطافة للدار و كانت تضحك و كانت تقشاب وبعض المرات كانت تزافطوا و بيناتهم يعني واحدة التي كانت مطلوقة معه بحالة تقول هي و هيها مرادعين يعني كانت لم تحشمش منه لم ترى رأسها و كانت لابسة عندها عادي و فعلا مصطافة بدك يستغل لهذا الشي أو مرة مرة كي يضحك معها كي يحاول أنها يشد فيها كي يجلس حداها و خصوصا أنها مرتك لم تتقلق و كانت تقش مدة طويلة على هاد الحال و مصطافة قالوا عاجبوا ذاك الشي و خكت جي صاحبتها بعد المرات كتبت كتبت و كتبت و قتلت نصصة الليل ما عندوش مشكل ستزافة المدة و هادك صاحبه اللي كان خدم معه في المطعم ستزافة و إياه مصطافة نوض واحد دباز اللي كان كبير هو صاحبه هاد دباز شنوه السبب دياله الله أعلم المهم أنه صاحبه أرماله السوارت والسوارت والسوارت قالوا سأطلع عن السحوائجي و عمرك ما ترى ما ترى قالوا أن السيد لا يريد أن يخلصني في الكرة يعني كيف هذا؟ أو أن يريد أن يسكن في الطابق الثالث بلا ما يعطي حتى ريال قالوا أنا كانت تعاون بها و هو صاحبه أعمال و لكن لا يريد أن يسكن فابور فعلا السيد سيختافي لغد ليه الحاند دياله كان حال و لكن مراه تال حاند دياله سي تسد و لكن الحاجة اللي غريبة أن تال والد اللي ختمها في الحاند و اللي اسميته مروان جوش بهم سيختافي مذنم ما يبقى جوش بحقه لائلة زيدي و مروان كانوا يحاولون أن يتصلوا بهم لأنهم أردوان و الزيدي لم يكن لديهم حتى شيء خبار لائلة زيدي كانوا يستطيعون وخصوصا لائلة زيدي ومروان لأنه كان مازال صغير وقريبا 21 عام أما الزيدي كانت سنة مصطافة يعني عنده 40 عام والتهوة كان ممزوج دار اللي كان ساكن فيها واللي كان كريم عند مصطافة كانت واحد دار اللي مفرشة فيها جوج جيال البيوت واحد دار اللي كبير كوزينة وفيها واحد الكور اللي كان فيه واحد تلاجة او واحد كونجيلاتير اللي كانت كبيرة لأنه بعض المرات كانوا مليك يلقوا شيء سلعار خيصة في السوق أولا شيء حاجة اللي غد تطلح لهم من المطعم كيشدوا منها كمية كبار وكيدرون في ذاك الكونجيلاتير فعلا السيد قاكيت سنة أن صاحبه يرجع قال هذا واحد السؤتة فاهم وشي نهار غادي يولي وليني هات السيد غدوز لمدة ديالشهر ما بلا هو ولا مروان داك شيالاش لعائلة ديال مروان مشاوا عن الطارق الوطاني وغادي يبلغوا بالاختفاء ديال ولدهم قال لهم أنك نخدم في واحد الحانوت وهو ومو الحانوت بجوش بهم ما كينينش رجال الطارق الوطاني بدو كيدروا الخدمة ديالهم أول حاجة غادي يديروها حاولوا يعرفوا التليفونات لدي المروان ولا ديال الزيدي آخر بلاسة خدموا فيها سيكتشفوا ان التليفون ديال مروان آخر بلاسة كان فيها هي البناية اللي فيها المطعم والتليفون ديال الزيدي لقاوه كاين فوص الحانوت ولكن طافي هنا سيتأكدوا ان ذلك الجوجي للرجال كينين غرفتك البلاسة الشي اللي سيجعلهم يشكوا ويحاولوا انهم يفتشوا المطعم يفتشوا الدر ديال مصطافا وذلك الدر اللي كان كاريها الزيدي فعلا بدو كيفتشوا دخلوا للمطعم بدو كي دوروا ما كين حتى شي حاجة اللي غريبة تال در ديال مصطافا دخلوا لها داروا في البيوت لقاوه كل شي عادي من يطلعوا الدر الثالثة تاها كانت واحد دار اللي عادية فيها الفرش ديالها البيوت فيهم النموسيات يعني ما كينش حاجة اللي ماشي طبيعية داروا دك الدورة ديالهم وخرجوا لان لا الدار ولا المطعم ما كان فيهم حتى شي حاجة اللي كتير شك من اللي قلبوا في التليفون ديال زيدي غاديلقوا أنه آخر تيصل جاه من عند مروان ولكن بجوج بهم دك الساعة هما مختافين رجال الدارك الوطاني غاديديروا واحد المذكرة ديال البحث اللي عموها على الجزائر كاملة ولكن هاد القضية ما أدت حتى شي نتيجة هاد شوش فين مشاو واش الأرض شقة تبلعاتهم تشي واحد ما كان عارفهم فين مشاو ديال مدة ديال شهر هنا يا مصطافة تأكد أن صاحبه بالصح ما غاديش يرجع لدك الدار اللي كان كاريله شاف راسه الدار غاديديروا وهو ما كينستافت حتى شي حاجة وخصوصا أنه زيدي آخر مرة كان أعطاه سورتز ديال الدار هنا يا مصطافة غادي قرر أنه يولي كري الدار دياله فعلا غاديجي عنده واحد الراجل اللي يخدم معلم يلا تعيين في داك المدينة كان يلا وصل هو الزوجة دياله يعني كان خصوه شي بلاسة اللي تكون أصلا مئتة ومجهزة خصوصا أنه كان عاد زوج يعني تقريبا كان ما زال ما عنده حتى شي حاجة فعلا طلع للدار الدار فيها هو ومراته عجباته من اللي تفهمه في الثامن قال له من هنا واحد السيمانة غادي يرجع باش نسكن في الدار ديالي أعطاه هذك تصبيق ودار مع هالوقت اللي غادي يرجع فيه فعلا دا سلموت ديال أسبوع ودك المعلم جاء باش يسكن في الدار دياله يعني غادي تسلم الوظيفة دياله هو ومراته غادي يسكن في الدار واحد المدة إما غادي يكريو دار أخرى ويقتوها وإما غادي بقو سكنينة مكينة أول موصله للدار الزوجة دياله حطات الحويجات استفاتهم في البلاكارات وبدأت تكدور في الدار باش هكا تشوف شنو كاين شنو مكاين وش نقص شي حاجة في القاتات المميئنات وش نقص فيهم شي حاجة بدأت تكدور تغدي تدخل داك الكور اللي في داك الكونجيلاتور اللي كانت كبيرة لقات الكونجيلاتور خدامة من اللي حلاتها غادي تكتشف ان فيها بزاف ديال الخناشي اللي كانوا معمرين بالتلج بدأت تكتقلب يعني هاتشي سبابه غير فضول بدأت تكتعل داك ميكات باش شوف داك التلاجة واش كلها عمرها بالتلج وليش هاد الناس مخلينها خدامة من اللي بدأت تكتحيد الميكات داك التلج هنا غادي تغوط 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 راجلها من اللي اسمع مرتوك تغوط جاكي جري باش يعرف شنو واقع هي كانت تقريبا صغفانة وكتشير له غير الجهاد الكونجيلاتور راجلها من اللي مشى الكونجيلاتور وحل باش يشوف شنو كاين غادي يكتشف تهوة ان كاينين جوج داك الجوتات تقريبا مكور تقريبا وحدة فوق واحدة هنا السيد بدأ يحاول انها يتبت باش يعرف شنو يدير خدت تريفون طبعا وتتاصل برجال دارك الوطاني قالوا ميودي انا راعت كريت واحد الدار النهار الول ديالي من اللي حلت الكونجيلاتور راني لقيت فيها جوجي الجوتات باشرية ودبا الغريب في الامر انه لم استطفى ولا رجال دارك دخلوا للدار وداروا فيها وقلبوا فيها وتواحد فيهم ما فكر انه يحل ذاك الكونجيلاتور فعلا غادي جيو رجال دارك الوطاني بدو كيقلبوا غير قوجو جيل الجوتات اللي كانوا مجمدين ومحتووا طفوق منهم شي اكياس اللي كانوا عامري بطلج يعني هذا الشي واحد كان كيحاول انه يخبع داك الجوتات واحد المدة طويلة الدار طبعا كان ديال من ديال مصطافى هنا رجال دارك الوطاني من اللي سوله لاشكنوا اموه للدار غادي طلعوه لانه في البلاسة لانه كان قاسغي في المطعم دياله هو براسه كان مفاهم حتى شي حاجة بدو كيحيدو داك الاكياس ديال التلج كيحيدو داك للاسه تغيوصل لنلقاء ديال الكونجيلاتور اللي كانت كبيرة يعني تقريبا بحال داك الكونجيلاتور اللي كيكونوا كينين في المطاعم ولا في الفنادق يعني كانت واحدة اللي تقريبا غدية للخدمة هنا يا رجال الدارك الوطاني طلبوا منه انه يتعرف على داك الجوتات اللي كانين فصل الكونجيلاتور ولين السيد بخوة الخوف قالهم ما كان عارفهمش لانه فعلا بجوج بهم كانوا مطويين بواحد طريقة اللي كانت صعيبة وكانوا مجمدين داك الوطاني كان عليهم يتسنوا واحد شوية باش يبدو الجوتات يرخيم منهم التلج ويحاولوا انهم يجبدوهم انه كان حاولوا يجبدوهم هما مجمدين هكاك كانوا اما غدي تهرس الجوتة اما غدي تشوهوا الملامح ديالها بقوا قلسين واحد لمدة طويلة تبدو داك تلج كي يدوب فعلا ملي جبتو الجوتات بجوج بيهم غدي تأكدو ان الجوتات بجوج بيهم وحدة ديال الزايدي وحدة ديال داك الولد لسميته مروان الولد لسميته مروان غدي يلقوا انه عندو واحد ضربة في الراس دياله تقريبا اما كانت بشي شاقور او الا بشي آلة اللي حادة بالنسبة للزايدي غير قوي انه عندو بزاف ديال الطعانات في الظهر دياله بآلة حادة اللي كانت كبيرة يعني اما واحد الموس كبير اما شي شاقور المهم ان السيد كان مضرب غم الظهر دياله شكل ديال هات الجريمة ما وقاوش عارفين شكون لان مصطافا براسو كان مصدم كي يقولوا انه هاتش رمع عارف عليه حتى شي حاجة الزايدي تقريبا هاتي الموتة ديال الشهرين تغنينا انا وياه ارمالي السويرت وقال لي رمعتش رجع للهناية شنو جاب الجوتة دياله للهناية ولاش كلي قتلوا دانو عندي في الكونجيلاتور يعني هو براسو ما كان فهم حتى شي حاجة ولاني بالنسبة للرجال الدرك الوطاني كان المتهم الواحد واللي شاكين فيه هو مصطافا ذاك الشي علاش غادي يلقيوا عليها القبض والداوة لمركز ديال الدرك الوطاني ذاك الجوتة غادي تهزو بجوج بهم ومشاو مصلاحة ديال تشريح طبيب الشرعي غيشة في الجوتة قال لهم هادو ميتين هادية مدة طويلة هادية المدة ديال واحد شهرين او الاكتر وهذا اللي قتلهم راخل لهم احتصفهم من الدم نهائيا حدارهم في الكونجيلاتور يعني ملي طربهم وكان خارج منهم الدم خلاهم حتى نشفو نهائيا عاد هز الجوتة ديالهم ودارهم في الكونجيلاتور مصطافا كانوا ملي كيسولوه كيقولون انا را كنكون قاسل المطعم ديالي الى طلع شي واحد او لا دخل شي واحد للدار ديالي ضروري غنعرفوش كونهو مروان را ما كانش كيدخول للدار نهائيا زيدي كان كيطلع نيشا للدار دياله ولكن كما قلتلكم هادي شهرين انا وياحنا تدابزنا را مايلي السوارت ومشا بحالاته ملي سوولو المحققين لاش تدابزو في الول قالوهم انو يرد دابزنا غير الكرة ولكن المحققين قالو له غا تقولنا السبب الحقيقي اللي يخلك الدابز نسويه وخصوصا انهم عرفوا انه صاحبو ملي كانوا صغارين في الول مصطافا بدك يراوغهم ولكن في التالي غادي يقولهم السبب الحقيقي قالوهم را جا عندي الزيدي وقاللي يشوف انا ملي تزوجتي بمراتك راني بغيت نقولك انها وحدة اللي خارج الطريق انا را كان عرفها قبل ما تزوج بيها راها وحدة اللي كان دائم الكسرك في الطنوبيلات وحدة اللي خارج الطريق يعني وحدة اللي ما تزوجت للزواج نهائيا داك الساعة انا درت فيه وقال له مراتي انا رامو التطويلة وانا حاضيها عارفها وعارف الاخلاق ديالها وعارف هكذا يرى بقينا كان زايده في الهضرة من اللي ما تقتش به سيب لي السوارت وقاللي لما تقتش به انا اللي صاحبك هات الصاحبه مع انما نديرو بيها وهذا كوا كان السبب لاشتابزنا اناوية رجال طهرك هادا كان واحد السبب اللي خلاهم يزيدوا يشكوا في مصطافا قالوا له هادا جا بقى كهضر لك في مراتك زايدته في الهضرة من اللي تغنيته صفتيها له ولكن هو كان يقولهم انا والله ما قتلته من الساعة اللي اتبزنا مولا شافني موليتشته هنايا غادي يوكل واحد المحامي باش يدفع عليه المحامي ديالو من اللي جا عنده بدك يسوله قالوا شوف ايلا كنتي بستحقات لهم قول هالي باش غادي للقاو الحل ونعرفوش يتخريجا ولي اني مصطافا قالوا انا رو الله ما قتلتهم ما عندي حتى شي علم بها الجريمة هنايا المحامي بدك يفكر له في الحلول قالوا ده بغا تقلص وغا تركز معي مزيان لمدة ديال شهرين شكل كان يدخل عندكم للدار شكل كان يجي عندكم شنو الحاجة الغريبة اللي وقعت قالوا انا را دائما قاس في الباب ديال ريستورات ديالي اللي يدخل كان شوفو واللي يخرج كان شوفو مستحيل يدخل شي واحد للدار ديالي وما غا نكونش عارفوش كون هو مصطافا اعيما كيفكر قالوا انا را دائما قاس في الباب ديال المطعم ولاني هادي واحد لمدة ديال شهرين اولا شهرين وسيمانا وقعت واحد الحاجة اللي غريبة اللي ما عطت شوش غا تفيدكم في هاد القادية المحامي قالوا اي تفصيلة را ممكن انها تفيدنا قولي شنو واقع قالوا هادي واحد الشهرين عيطاتلي مراتي قاتلي طلع من اللي طلعت عطاتني واحد المبلغ ديال الفلوس قاتلي هاد الفلوس سير ديال صاحبتي فوزية را عيطاتلي وراها واقفة الفلوس انا ما في يمن خرج سير لي اعطيك السر البطار ديالها اعطيها هاد الفلوس وارجع ضغية ضغية شددتك فلوس مع نمراتي ومشيت عند فوزية من اللي طقيت عليها المرة خرجت عندي تقريبا عريانا قاتلي ما هادش نهضره مع الباب دخل داخل وغادي نهضره انا ويك دخلت للدار من اللي سولت على رجلها قاتلي راجلي را مكاينش واحد اليومين عادي يجي من اللي دخلت معها المرة قاتلت قلت قلت حدايا كتكحزل عندي كتحاول انها تشد فيها فعلا درنا انا ويها علاقة ساعة امور مسالينا قاتلي انا غادي نخرج نمشي نجيب شي حاجة انتتسنني في الدار هاد الليلة غادي ندوزها انا ويك قلت لها انا را ممكن ليش ما نباتش في الدار قلت له ماشي سوقك عارفة وسيلة عمارها ما غا تقول لك فين كنتي انا غادي نمشي نقضي هاد الغارض وغادي نرجع ولكن نبغي نجي لقاك كين في الدار فعلا بقيت قاسوا واحد المدة ولكن واحد الساعة قلت مع ابا لي هاديرا ممكن يمشي يجي راجلي على غفلة ولا يجي شي واحد لابس حويجي ونخرج نتسننها في الطنوبيل ذاك الشي اللي قدرت لابس حويجاتي خرجت للطنوبيل وبقيت قاسك نتسننها ذاك الساعة اللولة الساعة الثانية عاد جات مرماجات قلت لي غادي ندخل ما لك خرجت للطنوبيل وقلستي قلت لها انا را خفت مشي جي راجلك ولا يجي شي واحد من عائلتك قلت اللهم نتسننك في الطنوبيل هي ذاك الساعة قلت لي غادي ندخل للطنوبيل وما عندك منايش تخاف ذاك وزنة انا ويها واحد لوقيت ولكن ذاك الليلة مشيت في الدار ديالي لاناك انا خسني نستر ريستورة نشوف الحساب ديال المطعم شنو فيه المهم ان ذاك النهار انا وصاحبتها اللي اسميتها فوزية ذاك وزنة تقريبا واحد الخمسة ديال السوايع هناي المحامي غادي يطلب من البوليس انهم يستدعوا فوزية وللنفوزية اللي جات عندهم نكرات هاد شي تماما قلت لهم انا هاد السيد عمري ما درس انا ويها شي علاقة هاد راجل صاحبتي مستحيل انني نخونها فعلا ملاعي طول مراتو اللي اسميتها وسيلة اكدت الهضرة ديال صاحبتها قلت لهم صاحبتي مستحيل تدير هاد شي وكاكن دارت شي حاجة بحال هكا كانت غادي تقول هالي لانا انا ويها ما كان خبحت شي حاجة لبعضياتنا انا متأكدة انها امرها ما غادي تخني جال الدارك من اللي اسمعوا الهضرة ديال فوزية والهضرة ديال وسيلة قالوا هاد السيد راه مياف المياه كي يكذب باش يبرأ راسه زي ما ذاك الخمسة الساعات راه غادي يكون طلع شي واحد وما كينش نهائيا ولي ان المحامي ديالو كان مطيقه داك الشي علاش قالوا شوف غادي تفكر النهار بالطبط اللي مشتي في عندك سيدا بالساعة وبالتقيقة مصطافة بقاكي على الصرف مخه حتى تفكر تاريخ بالطبط ديال داك النهار قالوا مشت عندها النهار فلاني مع الساعة الفلانية هنا يا المحامي ديالو غادي تجي واحد الفكرة انه يمشي للشركة ديال الاتصالات ويشوف التليفون ديال مصطافة واش بالصح كان مشغل في داك العنوان ولا مصطافة تا هو غي يكذب ولا ينمليشة في السجل ديال المكالمات ديال مصطافة غير قوش حال من المكالمة اللي خرجات من داك البلاصة اللي هي الدر ديال فوزية هنا يا تسأكد ان فوزية لا هي ولا وسيلة كتكذب مشا عند المحقيقين وعطاهم داك المعطايات قالهم ان الريزو ديال تليفون ديال مصطافة راه بقا في الدر ديال الوسيلة المدة ديال خمسة ساعة على الاقل هنا المحقيقين عارفوا ان مصطافة ما كي يكذبش وبان لا فوزية ولا وسيلة تحت راسهم شي حاجة داك الشي علاش غادي يجيبهم بجوش بيهم وغا يبدو يحقوا معاهم كل وحدة ببحديتها كل وحدة كيضغطوا لها فشكل وكل وحدة كيصولوها فشكل وكل وحدة كيحاولوا انهم يلمحوا لها ان صاحبتها اعترفت بان هي لديرها كل شي هنا بجوش بيهم غادي يخافوا لان بجوش بيهم كانوا صغارين في السن وما عندهمش واحد جريبة كبيرة داك الشي علاش غادي ينهاروا وبدو ببحديتهم كي اعترفوا قلت لهم انا وصاحبتي لقتنا ذاك الجوج وتخلصنا من الجودة ديالهم بذاك الطريقة هنا المحقيقين غادي يسولوها السبب اللي خلاها ترتكب هاد الجريمة لا هي ولا صاحبتها هنا يا وسيلة قلت لهم انا غادي نعودكم كل شي من اللول انا الزايدي فعلا كان عارفو قبل منزوج مصطافا انا قبل منزوج مصطافا كنت واحدة اللي خارج الطريق كان مشي مع الرجال كركب في الطنوبيلات كان مشي كان قصر ولكن في نفس الوقت كنت واحدة اللي دي مرد البل على راسي والزايدي براسو فايت لي مشيت معاه واحد المرة واعطاني واحد المبلغ ديال الفلوس زايدي اول ما جد للدار ديالي عارفني ولاني اللي صعيبة انها مشاقلها المروان ومروان من اللي اسمع هاد الشي ولا كيتسنغي الغفلة من اللي كيمشي مصطافا لشي بلاسة او اللي كيكون في المطعم كيتسلس وكيطلع عندي للدار وكيبدأ كيحاول انها يتحرش بيا كنت غيكا نحل الباب كيبدأ نيشان كيحاول انها يقس فيا انا هنا يا عارفت ان واحد فيهم ضروري غايمشي وصل الهضر المصطافا شينهر وخصوصا انها مصطافا كنت عايشة معاه منبرعة ما خستني حتى شي خير اللي بغيتها كيشري هالي اللي حلمت بها كيجيب هالي كان كيعطاني الفلوس بحيط انني كنت كنعطي لها ايلة ديالي كان عطي لصاحبتي لانها صاحبتي كانت مزوجة بواحد الراجل اللي كبر منها وفي نفس الوقت ما كيعطيها حتى شي حاجة ذاك الشي علاش غادي تطيح لنا واحد خطة انا وياها قررنا انها غايمشي انها مصطافا وغادي شدو عندها في الدار وانا غادي نتكلف بالباقي فعلا اول ما خرج مصطافا من الدار نيشان مروان طلع عندي وحاول انها يضق عليا انا ذاك النهار جا لقاني دير الماكياج مقادة حالتي غيضق عليا قلت له شو انا غنجيب الساروس وغنطلعو الطار الفقانية حيط هالدار يقدم مصطافا يجي في اي وقت غنطلعو الطار الفق وناخدو راحتنا استدرجتو تطلعتو الطار الفقانية قلت له ولكن قبل بغيتك تجيبلي الزيت قلت له اتناول عندي الي هنا جا للابسك قلت له اتناول عندي الزيت وقلو يجيل الهنا وذك الساعة سوف نتعلم معاكم بجوج بكم بقيت كنحاول ان انا تنغريه الاب الهضرة الاب ذاك الحواج اللي كنت لابسه قدرت تليفون دياله وعيت الزيت قال له اجي عندي راني كن في الدار ديالك قلت له اتناول عندي سوقك طلع عندي وغا تشوف واحدة المفاجأة التي تعجبك قطع التليفون خديت شاقر اللي انا اصلا كنت موجودة وعطيته ضربة واحدة للراس جريتو محدى الباب وبقت وقفة كانت سنة تطلق الزايدي داك الساعة كنت مخلي الباب محلولة واحد شوية اول ما دخل بقى داخل فصل الدار خديت الموس وبدت كان ضربه غير الدهر دياله كنت خايفة انه يمشي دور واللي حاول انه يقاوم كنت كان عطيه شي طعانات اللي كانوا كبارين من اللي قتلتهم بجوج بيهم بقى محطوطين فصل الدار والدم سايل من الجوتات ديالهم بجوج بيهم بقيت قاسة كانت سنة حتى ولا جات عندي صاحبتي لان هاتشي هو اللي كنا متطافقين عليه اول ما جات هزينا الجوتات بجوج بيهم وحطيناهم في الكونجيلاتور وبدينا كنحاولو انا نصيقو داك الدم اللي كان تقريبا بدك يجمد خدينا جافل خدينا المنطيفة وبدينا كنحاولو في داك الدار ومسحنا الكونجيلاتور بحيث ان الدار ما بقى فيها حتى الآثار ديال الدم من اللي سالينا فوزية رجعت عند مصطافا قلتت هيو واحد المدة من اللي جاف الليل لقاني جالسة بحلى ما وقعت حتى شي حاجة جال الدارك المحقيقين كانوا كيشوفوا في داك الجوش ايالات وهم حالين فمهم لان بجوج بيهم داروا واحد الجريمة اللي مطحت لشي واحد وطالطريقة كيفاش تخلصهم الجوتات وكيفاش داتهم الفكرة انهم يخليوا الجوتات بجوج بيهم تيصفهم الدم هادي شي حاجة ديال وحدين اللي مرتاكبين جريمة تقريبا كاملة بجوج بيهم غادي دزول المحاكمة وغادي تحكم عليهم بالمؤبد يعني السجن مدى الحياة مصطافا ملي اسمه هاتشي كان مصدوم لانك ما قلت كون في اللول قاعدك اللي كيكون كيطير وكيسحاب راسهم ريقل وكيفهم في البنات هو اللي كيجيب الربحة ولكن مصطافا مسكين ماشي جاب غير الربحة جابشي حاجة كتر من الربحة الحلقة ديالي هنه غادي تسالي انتمنم اي واحد شوف القناة ديالي وعجبوا المحتوى ما ينساش انه يشترك باش دائما يوصلوا الجديد السلام عليكم اشتركوا في القناة